فقرتنا بقى الأخيرة هنتكلم فيها عن نوستالجيا الكرة العالمية وتحديدا ريال مدريد في فترة التسعينيات ولغاية عام 2000 الفقرة كمان دي هتكون مهمة لان انت هتتكلم مش بس عن عشاق ريال مدريد انت هترجع كده بالذكريات وحنشوف صور مش هنتكلم على قد كمان ما هنشوف صور يعني نجمينا النهاردة أوضفنا العزيز جدا شادي حبشي صانع محتوى رياضي متخصص في النوستالجيا وانعرف ان النوستالجيا دي من الفقرات اللي كلنا بالحباس واخصة طبعا بالنادي الاهلي او عمتا بعموم نجوم يعني وذكريات كرت القدم شادي صباح الخير صباح الهنا منورنا صباح الفل مرسي صباح دي وجودك معنا منورنا ومشرفنا تعالى بقى نعرف يعني خلفية كده عنك قبل ما ندخل بقى معك في التفاصيل يعني دراستك ايه شغلك ايه اللي وجهك لصناعة المحتوى الرياضي ايش معنى تخصصت في النوستالجيا بسفة خاصة ايه لأخير انا اسمي شادي حباشي 7-32 سنة انا اصلا ببان شادي اناب陳 7� ببان شادي انا اصلا خاركت عن اوان الشامس عندنا فميلي بزنس مع العيلة عندنا مصنعة في مجال السروميك بسنا بحب الكورة كوى بحب التاريخ أكتر من 3 اربعة سنً immigrito فكرت إني هذا موضوع الناس مناسوابس كتير دائماً الناس بتتكلم على التريندينج واللي بيحصل دلوقتي والحاجات دي فتاريخ الكرة في ناس كتير مش بتتكلم عليه وكمان دائماً بيوصل للناس بطريقة مملة يعني اللي هو كأنك بتاخد درس تاريخ والناس أصلاً ما تحبش التاريخ في العادي فإنك توصل الموضوع بقى بحدوتها لزيزة ده اللي بيخلي ناس تنتبه لي وتديك اختلاف كمان عن بقية الناس اللي بتعمل محتوى يعني على الانترنت معظم الناس بتكلم على الصفقات والأخبار والنهاردة إيه اللي حصل ومين مصاب ومين هيرجع وبتاع محدش بقى بيتكلم أو في التاريخ فحاولت إن أنا أطلعه بشكل ستوري تالينج يعني أنت بتحكي قصة بتاخدها بتسلسل بحيث إن اللي قاعد ما يفكدش بتركيز ثانية وبتوصل له الفكرة في الأخير اللي أنت عايز توصلها بس هي دي الفكرة أنت بتحب تحديداً في النوستالجيا وكلامك عن تاريخ الأندية أو الرياضات المختلفة فأنت بتتكلم عن عالمياً أكتر بتحب ولا إنجاناً لا كله بس أنت النهاردة مخصص لنا ريال مدريد النهاردة منتكلم عن ريال مدريد يعني بس لأ أنا في العادي إشمعنا ريال مدريد وإشمعنا في التسعينات؟ إشمعنا ريال مدريد هقولك في الآخر خلص ماشي إشمعنا في التسعينات؟ شوف الساسبنزر هقول لك المرة الجاية فهمك أنا فهمك ألعيبك بيتهرب من إجابة السؤال أنا عارفه كويس عارفه شادر ليه في التسعينات؟ يعني فترة برضو الجيل اللي موجود دلوقتي شوية فترة حلوة في الكرة قوي وبرضو الأصغر شوية مني يعني ميعرفوش كتير بيبقوا سمعين بس حاجات يعني لكن إنت بقى تخش في التفاصيل وفي الكواليس دي الناس بيش بتركز معها قوي يعني وفوق كل ده بقى أنا بشجع ريال مدريد كمان يعني فوق كل ده يعني حلو جدا بس يا شادي أنا من الناس اللي أنا وكريم طبعا بنحب لما بيبقى فيه بقى نستالجيا نتفرج أكتر ونسمع أكتر ما نستالفه إنت محضر لنا قرية صور كتيرة إليت لو ننزلها محضراتك عشان نبدأ بقى كل صورة إنت اللي تحكي لنا النستالجيا أو الذكريات أو التاريخ بتاعها بس يعني انتفع الحاجة يعني ماتهوش هنحاول يا شادي هتتحاولوا ماتهوش بقى لو حسيتوا انتو تهتوا هندعنا طيب دي أول صورة خالص ده الجيل التاريخي اللي بدأ لبرشلونة من سنة تسعين لسنة أربعة وتسعين كان المدرب بتاعهم يوان كرويف أسطورة هولندا أسطورة التدريب كان لعف برشلونة ومسك برشلونة من تسعين لأبعة وتسعين أخد أربعة دوري واربعد فدي طبعا كان حجمة صعبة أول لريال مدريد تخسر أربعة دوري واربعد وكمان فيهم اتنين دوري بسيناريوهات يعني ايه الدراما على آخر يعني فممكن نخش على الصورة اللي بعدها آخر السنة فيهم آخر السنة في الأربعة ريال مدريد يوم سبعة يناير أربعة وتسعين كسب برشلونة كسب ريال مدريد خمسة صفر روماريو جاب هاتريك فدي كتت يعني ايه تحسن رابع سنة بقى فيه زل زل جامدة يعني من بعد ده رئيس نادي ريال مدريد ده جاه ده رئيس كان اسمه رامو مندوزا ده ميسيك مدريد عشر سنين واربعد من خمسة وتمانين إلى خمسة وتسعين هو الصورة دي هو فرحار ولا أرفار ولا كان ايه وضعه مفهمتش الرياكشن جديد ده رائع اقصى تبشى كده من خلف واحد يقصى ما كان بيذكى كامل اغلبه صغير نادي صغير جداً في أسبانيا اسمه تنريف خلاص النادي ده أصلاً في جزر الكناري نادي ملوش في الكرة خالص يعني بسك ثلاث سنين واربعد خسر مدريد الدوري سنة واربعد وهو مدرب النادي ده في آخر مطشف الموسم بنفس السيناريو هو هو سنة واربعد وعملوا فيه إيه طبعاً كانت الناس مددئة منه جداً لأنه كان لعيف مدريد تاريخي وبيحبوه فهو في آخر سنة قال لهم أنا في يوم الأيام هرجع تاني هدرب مدريد وهعوضك على اللي أنا عملته امكان دي كانت أول تجربة لي كانت أول تجربة لي كمدرب فانك تدرب بقى وتخصر مدريد سنتين بنفس السيناريو سنتين واربعد في نفس الملعب فطبعاً قد قصية جداً لما جي بقى رئيس نادي جديد اسمه لورنزو سانز ده جيه في نوفمبر جيه في بداية موسم 24-25 عينه مدرب بقى فلدانه ده جيه يدرب مدريد فنعدي في الصورة اللي بعدها لما خسروا خمسة برشلونة كسبوا مدريد خمسة جرونال ماركا اللي هو تابع لبرشلونة نزل الخمسة دي كده زل الريال مدريد يعني الصورة اللي بعدها لما مسك بقى كسب برشلونة في نفس اليوم السنة اللي بعدها بالزبط يعني هم خسروا 7 يناير 94 5-0 من برشلونة 7 يناير 94 7 يناير 95 ردوا الهزيمة لبرشلونة بالزبط وخمسة ياه في نفس اليوم تاني سنة وزامورانو هو اللي جاب هاتريك مارفا تكرر مارجا فما بتتكررش كتير اخ طبعا بس اللي هو بقى الرئيس ده لورنزو سانس ده جيه بقى بعد سنة اخدوا الدوري مع المدرب خورخي فلدانو ده وجي السنة اللي بعدها حصلت شوية مشاكل النتائج ما بشتش فمشو ممكن السرعة اللي بعدها جاب مدرب مؤقت في الموسم ده كمل حد نهاية الموسم بس يعني النتائج ما بشتش كويس موسم السرعة اللي بعدها اهو حتى ده ترتيب الجدول كانوا وصلين لأسوأ ترتيب جدول ووصلوا مدريد من سنة 76-77 وصلوا مركز السادس يعني شوف من 20 سنة ده أسوأ ترتيب دي تايري لغاية النهارده ما حداش عليهم ترتيب سيئ للدرجات لا 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 مفيش حاجة وصلت بالسوء ده مرة أخدوا خامس مرة رابع لكن سادس دي كانت صعبة حتى بارسلونة شوفت تالت برضو بس جيه بقى اتعقد مع مدرب جديد إيطالي فابيو كابيلو ده كان مدرب إيسي ميلان قبل كده وكسب معهم بطولة أوروبا ده باولو مانديلين على الشمال أصدام ما يتنسيش أهو ده كلام ما تتنسيش يا كريم هو ده كلام وفي رقم ثلاثة ليه سبب برضو ان هو اتعقد معاه برضو دي حتة بقى في الحاجات هتتدربي مع بعض فابيو كابيلو لما كان يدرب إيسي ميلان كسب بارسلونة على فعل ان الشامبيوز ديج 4-0 فمدرب تقيل فانك كمان تجيبه بقى لمدريد كأنك يعني ايه بتعم شوية شطة وفلفل يعني مدرب تقيل طبعا وكده جي الراجل بقى ايه طلب من رئيس النادي مجموعة تعقدات جديدة عشان عايز يكسب الدوري السرعة اللي بعدها طبعا وانا بحكي يعني رئيس نادي ريال مدريد ده كان اصلا راجل راجل اعمال غني جدا بيشتاف العقارات فهو جاي عايز ينجح طبعا وحلمه انه ياخد بطولة اوروبا تمام بطولة اوروبا اخر مرة اخدها مدريد كان سنة 66 احنا وصلنا كده سنة 96 طبعا فجي جاب اتنين لعيبة دافر الشوكر من كرواتيا ومياتوفيتش من غوزلافيا جابه وميجيبه الخاص بس تحافظ الاسامي ازاي الشغف بقى الشغف يعمل اكتر من كده جي بعد كده بقى بقى انه كان بيداره في ايطاليا طلب لعيبة تلعب في الدول الايطالي ده كريستان بانوتشي ده باك رايت بتاع اسي ميلان اللي بعده روبيرتو كارلوس كان بيلعب في انتر ميلان ما كانش موفق هناك اللي بعده كلارنس ايدورف ده كان بيلعب ده هولاندي كان بيلعب في فسان بدوريا وكان لسه صغير ساعتها ما كانش مشهور قوي بودو ياجنر ده حارس مارما ألمانيا كسب معاهم كاسل عن 90 واخر اسم بقى جاب موريانتس مهاجم كان بيلعب فرناندو موريانتس كان بيلعب في سراجوزة الأسباني هو ده فبدأ بقى يجمع عتين جديد الموسم ده 96-97 مدريد عمل موسم هايل كسبوا الدوري ب92 نقطة طفقواكوا على برشلونة فطبعا ايه كان حدث جامد قوي اللي بعده هم بيحتفلوا بالدوري 20 نقطين تقريبا مخزروش ماتش واحد هو الموسم ده كان موسم استثنائي شوية زي اللي عندنا في مصر ده على طول 22 نادي عايشين في الاستثنائي كان 42 ماتش ف92 نقطة لا كان عامل طبعا مسيرة جيدة المفاجأة ان في النهاية فابيو كابيلو ماشي بعد السنة الناجحة غريبة الغريبة هو الشخص ده رئول جنزالس مستورة مدريد لاحقا يعني رئيس النادي في مدريد ريال مدريد ده نادي غريب شوية كده ماشي من نفسه ولا هو بأيه؟ لا 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 هو في خلافات ما بينه موين رئيس النادي ريال مدريد نادي معهم نجاح مدوي بالشكل ده الرئيس دايما هناك لازم بيحط إيله في كل حاجة فقال له لأ ده المفروض يلعب وينج يلعب مهاجم يلعبش وينج انت بتلعب وينج قبلها يتخلقهم مع بعض فمشاء وراح جاب بقى ده يوب هانكس مدرب ألماني ده ساعتها ما كانش يعني اسم كبير قوي هو كان أسطورة كلعب في نادي مونشنج لاب بخ في ألمانيا درب ألماني في أواخر الثمانيات وأول التسعينيات اتخذت تنين دوري بس بعد كده راح نادي اسمه تنريف النادي اللي هو كان ضائع من مدريد الدوري ده نادي مش كبير قوي يعني فالناس أصلا كاب مستغربة من الاختيار يعني يعني الاختيار مش قوي يعني بعد فابيو كابيلو مفروض يجيب اسمه اسم جامد شوية طبعا بداية الموسم كسبوا السوبر الأسباني في الأول لكن بعد كده هزام في الدوري تقيلة قوي المستوى وصل لحد المركز الرابع فنكمل اللي بعده ده لما كسبوا السوبر الأسباني خسروا ماتش قدام نادي ألافس في دورة درجة التانية خرجوا من الكاس فحتى انت تشوف العنوان ده لاوتوست فالير يعني زي يعني بباردو غريبة جدا أول كان مدرق ساعتها اللعيبة كان بتوصفه ساعتها ورئيس النادي انه بيقوله عليه رجل جنت القوي واللعيبة لما تبقى في نادي زايران مدريد ده اللعيبة وشخصيتها قوية فانت لازم برضو ايه تبريد لليل الحمراء يعني فهو رجل كان كان جنت المنقى وفا ايه كانوا يعني مسلطرين عليه شوائي طيب نقف بقى هنا ثانية واحدة رغم كل اللي احنا منحكي ده الدوري كان ماشي نواش جدا بس كان بيجوا في بطولة أوروبا النادي كله تحس كان بي يعني كلهم عايزين يكسبوا البطولة آخر مرة خدوها سنة 66 يعني انت داخل دلوقتي في السنة الاثنين وثلاثين ريال مادريد ما اخدش الشامبيونز ليج ريال مادريد أصلا أول خمس نسخ في البطولة دي هو اللي اخدها من 56 ل 60 فطبعا كان تقيلة يعني يوم واحد ابريل هيلعبوا ماتش في دور التمانية في الشامبيونز ليج يوم واحد ابريل بس دي مكاتش كبهة ابريل يعني دي دي كصة حصل بجد ايه الالتراس سور اللي هو الورا الالتراس بتوع ريال مادريد عملوا شوية حاجات كده حتى الكاميرا مش واضحة ايه الجول وقع العرضة كسرت الجول وقع قعدوا حاولوا يصيّنوا فيها حوالي نصف ساعة وهم بيسخنوا مفيش طيب بعدين طيب المفروض الطبيعي نبي زيالي المادريد هيبعندوا بره جول سبير اه مفروض قالك مفيش جول سبير اه حطوا طبطين ولا ايه قعدوا ممكن يكمل الصورة كده ثانية ثانية واحدة اه بدعكل فمحاولات للصيانة فشلت الصيانة فشلت تمام فالحاكم روح لكابتن ريال مادريد والرئيس النادي قال له معاك تلاتين ديئة بالزبط تتصرف وتجيب جول تاني تمام ف الاخ ده بقى ظهر ده راجل نائب الشخص المسؤول عن أرضية الملعب وكل حاجة في الملعب الراجل ده في الوقت ده كان عنده تلاتة وستين سنة اسمه أوجستين إيريرين تمام الراجل ده متربي في النادي من هو طفل يعني جوه النادي يعني راح للحاكم قال له اديني 45 ديئة وأنا أتصرف أخذ معاه حرس مرمى كان بيلعب في ريال مادريد قبل كده اسمه ميجي الأنخل ممكن تبقى الصورته اللي بعد دي يعني هنا كان محاولة بيصينو الجون فأخذ ميجي الأنخل ده معاه وأخذوا تلات عربات شرطة قال له مركز التدريب بتاعنا جنبنا بتلاتة كيلو أنا هعرف أخش أجيب الجول التاني اللي احتياطي عشان نلعب المطش طبعا كله بيجري عشان يلحقوا لإن خلاص حلم البطولة هيروح المطش هيتحسب انسحاب لبروسيا دفت من 30 صفر خلص بكده طب طروا على هناك أول مفاجأة لأن المجمع عصا مقفول فقال لك مش مهم 63 سنة شمر ونط السور تمام فتح من جوه دخل العربية عايز بقى يجيب الجل لقى القوضة مقفولة بالقفل مفيش موظفين نصف وحس ده ده كتير كده ساعة تمانية بالليل ده يوم فقالي زيادة عنه طلع على الشارع بره وقف عربية نقل جاب الرجل تعالى خش بضهرك اكسر بقى الله الله بذي جرايم بيرتكمل عشان يجيب الجول كسر الجول كسر للقوضة طلع الجول اكتشف المصيبة التانية ان القائم الجول ده أصلا ما ينفعش يتحط على العربية النقل هي مش مكتوبة لهم البطولة دي طلع على الشارع لقى سواق تاني الكصة دي حقيقية على فكرة بجد طلع لقى سواق تاني بيركن قالوا تعالى هنا حط الجول السواق اخدوا بيقولك اخدوا من الملعب للملعب تمن دايق بالضبط حتى السواق ده بيحكي بعدها انه انا عمري محمود بالسكتة القلبية لان انا لو كنت موت بالسكتة القلبية كنت موت اليوم ده مهم نكمل الصورة بقى دخلوا الملعب بالجول الجديد هنا دي طبعا كانت محاولات صيانة فشلت كلها يعني نايز افهم الجماهير ازاي بوازوا الجول مش فاهمة في شبك ورا اه فزاي في حاجة اترمت شدت الجول كله كان في حاجة متعلقة فيه فتعطمت دخل الجول الجديد بقى يؤتموه بقى تاني اه الجمهور طبعا بقى ايه فرحة كان جيه جول بقى مع ان لسه اصلا ماتش ما بدأش طبعا نادي بروسة دولتمند حاول انه يلغي الماتش الحكم كان الواقع دي غير مسبوقة في الملاعب اه لا دي محصلتش اصلا اصلا خمسة وسبعين دقيقة ممكن نقف سنة عن الصورة دي خمسة وسبعين دقيقة والحكم في الاخر وافق تمام والمفاجأة تلعب الماتش مدريك جاب جونين وكسب 2 صفر لدركة ان اللعيبة بتحكي بعد الماتش عشان قعدوا خمسة وسبعين دقيقة لحد ما الماتش تلعب وثم تسعين دقيقة اللعيبة بين الشفتون كان يتم من الجوع وعايزة تاكل والمدارب يقولون مش هينفع ده فعلا يوم تاريخي عدوا ورحوا لعبوا ماتش العودة وخير السفر سفر وصعدوا النهائي وهلعبوا بقى يوفينتوس الإيطالي اللي هو اقوى منهم بمراحل في النهاية ممكن نجيب السورة لبعدها مياتوفيتش اللعيب اللي حرسل المدير الرئيسي النادي تعاقد معه من جيبه الخاص جاب جول تاريخي كسبوا 1 صفر كسبوا بطولة غريبة عجيبة بطالها بطالها مين بقى هو الرجل العامل بتاع النادي اللي أخذ النادي احنا للأسف ما عندناش وقت نستعرض المزيد من الصور وإن كنا كنا حابين جدا بس الله استمتعنا نورتنا النهاردة ومشكرك على بودك معنا شكرا جزيلا وللحديث بقية أكيد تيجي تنورنا ونكمل ذكراتنا شادي بجدل الحديث بقية ونكمل ريال مدريد ونخش على أندية أخرى ممكن نروح للنادي العلي كمان في حلقات أخرى شكرا لك يا شادي جدا وشكرا كمان لحضراتكم على متابعتنا النهاردة نشوفكم في حلقة جديدة بكرة إن شاء الله أنا كريم وعشر الصبح في الأحيان مع السلامة اشتركوا في القناة